اللهم أفرني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحريمني وأنا أسألك ولا تعدبني وأنا أستغفرك أهلاً وسهلاً ومرحباً من أصدقاء العزاء الشرافاء النزهاء هذه الجمعيات النسوية واليساريات واليساريين بعضهم الذين يبدلون نظام الإرت اللي عندنا في المدونة بطريقة جدرية تبعوا معايا هذا واحد توفى خلمه وخاه جوج ابنات ومراته ما حال تأخذ مراته وزوجة ذياله؟ يكون مراته وزوجة فساعدة ولهما يكون المدونة فهما يكون المدونة ووزوجة بنات سوف يقوم بها ثم يكون المدونة وإنخبض البقاء هناك معادلة مثل هذه المدونة الخاصة من المدونة الجمعيات النسوية التي تجعلها لا يعرفون أيضاً رياضيات فقط أصبح هكذا حيث تضجح هناك هكذا هناك يقولون 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 هذا يقولون تقولون هكذا يقولون سوف نقوم بحكومة بعد كيف قلنا بالعربية سوف نقوم بحكومة 4 على 24 3 على 24 16 على 24 سوف نقوم بحكومة 4 على 24 زائد 3 على 24 زائد 16 على 24 زائد R تساوي 1 ما حال لدينا 4 و 3 و 16 هي 23 على 24 زائد R تساوي 1 إذن داكلوا غاست الباقي اللي قلبوا عليه اللي سوف نقوم بحكومة اللي سوف نقوم بحكومة هي 24 ماذا يعني هذا؟ يعني أن الأم سوف نقوم بحكومة 4 يعني 4 قسمات الزوجة ثلاثة البنات سوف نقوم بحكومة 8 على كل واحدة والأخ سوف نقوم بحكومة وحكومة هاو ماذا بالمرأة؟ الأم والزوجة والبنات يأخذون كثير من الدكار وهذا الإسلام وهذا العدل اللي قد تقولون بلأن المرأة ستتنصف كده ما كده وهذه يعقنوا عليها هاي أنا كتبتها هنا ياورا ماشي من عندي ماشي من عندي هذا واحد الإيمان وغيب شوية عليكم ماشي داكل فقاية اللي كيكون بلدي ما كيعجبكم ش ربما اللي يخطيهم علينا هذا فقه وإيمان مسجد وفخانسيزان اللي يعرف الفرنساوية ربما حسن منكم أنا تعلمت من هذا وهنا دوزتها لكم هاي هذه الحالة ماشي داكل داكل يقول لك فرنسا ميضام فرنسا في هذا الشيط الورد في نفس الحالة هذه اللي قلنا داكل ما تأخذ زوجة ستأخذ خمسين في المئة يعني النص البنات سيأخذون النص والدكار سيأخذ زائره مزيان أخا والأم ما تأخذ زائره الأم اللي ربات وكبرات ودراني وصلاتهم مهندسين وصلاتهم 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 وحوايجهم وتكرفصات عليهم زائره كي يأخذهم في فرنسا هذا ما يريدون أنتم تصرف هذا لا يصبح أما ما تصرف الأم ما هذا؟ مزيد لا لا لديكم مشكل مع نظام المدونة في المغرب التي ترى الأم تأخذ الزوجة الثلاثة والبنات 16 وهذا كنت تذكر الأخ الذي يبقى يأخذ وحيدا وآخر نرى اليهود اليهود وإسرائيل مدونة لهم الله يعطيه الصحة في نفس الحالة الزوجة 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 والأخ يأخذ كل شيء هذا المدونة لنا يجب أن تبدل هذا السيد لا أعرف ما اسمه لكن رأيت فيديوه هذا إمام في مسجد يشرحه بطريقة علمية الرياضيات هذا الإسلام هذه السيدة توفت خلت 100 ألف درم ماتت من كنت كنت تولد ممتين يعني خلت ابنتها وماتت وعندها رجل في هذه الحالة الزوجة ما يأخذ ربع هي 25 ألف درم البنت تأخذ النصف هي 50 ألف وكيف يبقى الباقي ما يأخذ البنت 25 ألف المحاة من المحاة إنه والرياضيات وعادل ما يفعل عندنا في المدولة لأن هذا الفقه الذي يعطيه صحة فالفقه هو أكثر من الألعان العلاقة مع ابنتها أكثر من مع رجلها لماذا؟ لأن رجلها في حالة الطلاق يقوال ولكن البنت تقديم ابنتها حسناً، إذا البنت تقديم ابنتها 75 ألف درهم وراجلها يقضي 25 ألف يعني هنا المرأة تقديم ابنتها أكثر من ثلاثة مرات من ذكر أو ثاني، هذه الحالة أيضاً وهذه هي غير حالات من الحالات عديدة جداً بني تقديم ابنتها يومين يقضي 75 ألف وبها اللي عنده خمسين ولا ستين عام غادي يخد 25 ألف طيب، دبا هذه القضية ديال للذكاري متلو حض الأمتيين اللي ديرين فضيحها هذو شيء يعني، هذه حالة واحدة وأغلب الحالات رف صالح المرأة يعني الآية يجب أن تقرأ كاملة ويجعلها معادلة ويجعلها 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 النصوص القطعية لا تتقاش الإصلاح يجب أن يكون على مستوى المجتمع ليس العكس حيث هذه النصوص التي لدينا هم الحق هم العدل والمجتمع والمجتمع اللي يجب أن يصلح رويضا رويضا وبطبيعة الحال الإصلاح الإداري يجب أن يتبع تهوى لكي تكون شوية السرعة في معالجة إلى خير إلى خير ويكونوا لدينا القطعات يعني بعدد كافي جدا لكي لا يكون يعني التعطال إلى خير إلى خير أنا أخليكم الصورة هذه الفيديو اللي شفت اللي خليت منها هذه المعلومات وحاجة كخلاصة نظام الأسرة اللي عندنا في المغرب حسن بكثير من النظام اللي عندهم في الغرب وربما في مناطق أخرى من العالم خاصنا غير يعني ذلك التبعية العنياء دل هذا الجمعيات النسوية خاصة للغرب حيث في الوقت اللي هم وصلوا الكارتة في مجال الأسرة ديرهم هذا عدبا يخدموا من عندهم القوانين اللي يعني بان يعني بالفشل ديرهم حيث عندنا النصوص القطعية اللي يوجد في القرآن الكريم أعطتنا الحق والعدل قد روش من غلطه ومعادلة دير الرياضيات كان لقوم ذلك تمام رحنا لغاً عندنا منقلهم ومن علموهم ماشي هما وهذا مكان وتحية عالية جداً للجميع هاي الصورة اللي قلت لكم عليها دي كي درعنا في المسجد هاد السيد هذا فقيه ولا إمام دي المسجد ربما ولا خاطي ما عرفتش لي كي دير درس في الرياضيات في المسجد فيما يتعلقوا بالإرت في النظام الإسلامي الله تصحى وشكراً له